زيارة للمبعوث الأممي إلى مسقط وأبو ظبي مصحوبة بتصاعد للتوتر في العلاقة بين الرئاسة اليمنية والإمارات الأجندة المعلنة لهذه الزيارة تشير إلى أن مارتين جريفث سيلتقي الوفد التفاوضي للحوثيين بعد أسبوع تقريبا على اختتام المبعوث الأممي نفسه محادثات طويلة مع قيادات الجماعة الحوثية في العاصمة صنعاء ويرجح بعض المراقبين أن زيارة مسقط تستهدف في جزء منها التباحث مع المسؤولين في الحكومة العمانية التي ترتبط بعلاقات قوية مع الحوثيين في محاولة لدفعها على ما يبدو إلى تليين مواقف الحوثيين حيال المقترحات التي يسوقها المبعوث الأممي لإنجاز التسوية الشاملة التي يبشر بها وفي أبوظبي المحطة الرابعة في جولة المبعوث الأممي سيعقد جريفث لقاءات مع ممثلين عن المؤتمر الشعبي العام والحراك الجنوبي في إشارة واضحة إلى تشكل فريق سياسي موالي للإمارات يرجح أن يخوض جولة مفاوضات قادمة في مواجهة الحوثيين المبعوث الأممي كان قد أجل زيارته إلى عدن والمكلة لأسباب بعضها أمني وبعضها لوجستي لكنه وفقا لما نسب إليه ما يزال يخطط لعقد مناقشات في هاتين المدينتين ويتم العمل على إعادة جدولة الزيارة للأسابيع المقبلة سعيا لاستئناف العملية السياسية في البلاد يأتي ذلك في وقت تبدو فيه الصورة غير واضحة بشأن الدول المستقبلي للحكومة الشرعية التي يتآكل نفوذها بتأثير السياسات المدمرة للتحالف وعما إذا كان المبعوث الأممي يسلك طريقا جديدا ومختلفا في المحطات والنتائج وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري قد اتهم الإمارات في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية بوضع فيت على عودة الرئيس عبد الرب منصرهاد إلى العاصمة المؤقتة عدن فيما وصف بأنه أول تصريح مباشر يسم هذه الدولة معرقلا وصادر عن ثالث أرفع مسؤول في الحكومة اليمنية الشرعية يتحرك المبعوث الأممي على حقل شائك رغم التغطية الإقليمية والدولية لمهمته خصوصا وأنها تزامنت مع وضوح الرؤية بشأن العلاقة المتوترة بين التحالف والصوت الشرعية